عقد وزير التموين والتخطيط اجتماعاً مع رؤساء الشركات المنتكة للكروت الذكية الخاصة لبحث المشكلات التي تواجه المواطنين وأيضاً بحث عدم تكرار مشكلات الكروت الذكية في منافذ التموين والمخابز سبب الاجتماع زي ما اتفقت مع الدكتور أشرف العربي هو اجتماعات دورية ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية الوزارة المعنية بتقديم منظومة الدعم العيش والسلعة التموينية للمواطنين وما بين وزارة التنمية الإدارية والإصلاح الإداري الوزارة المسؤولة فنياً عن تقديم الخدمات والدعم الفني والإلكتروني وهي الوزارة اللي بتقدم لنا خدمة الكروت الذكية من خلال الشركات المسؤولة عندها وأيضاً معنا الشركات الخاصة بالكروت الذكية اللي هم الثلاث شركات اللي بيقوموا بهذا العمل إحنا وإحنا بنشتغل وأنا موجود في الشارع باستمرار بتابع حالة الناس في الشارع بطمئنه دايماً مطمئن من أن الأوضاع المرتبطة بمنظومة العيش كجودة وكأتاحة واختفاء الزحام وكل ده الحمد لله مفهوش مشاكل من السلعة التموينية وإتاحتها وجودتها لا يوجد مشاكل النقاط وما يصرفه المواطن في بداية شهر كل شهر بيحصل عليه إلا أن هناك انزعاج من بعض المواطنين وليهم حق فيما يخص بعض الأمور المرتبطة به الكروت الذكية بس خليني أوضح أن هذا الانزعاج مركز في محافظات محددة عشان نقدر نعالج الموضوع بشكل محدد موجود في القاهرة الكبرى وفي اسكندرية تحديداً قاهرة الكبرى يعني المنطقة اللي احنا موجودين فيها اللي بتشمل أجزاء من الجيزة والقليوبية واسكندرية المشاكل اللي بتواجه الناس هي كنسبة ضئيلة ما هياش نسبة كبيرة لكن احنا متفاقين مع بعض ان احنا اي شيء ممكن يكون بيزعج المواطن لابد ان احنا نتحرك فيه وبقوة تم عمل مجهود طيب من الشركات في استخراج احنا كنا بنتكلم في رقم يعني تجاوز المليون تم استخراج عدد كبيرة من البطاقات وتقلص العدد الى عدد المطلوب يعني رقم فيه حدود وهو يتغير كل شوية بالزيادة والنقصان فيه حدود المتين الف بطاقة اقل شوية او اكتر شوية وده رقم بيتحرك لانه طول الوقت بنسلم بطاقات للناس وبتيجي طلبات جديدة ده جزء اولاني يعني ما بتكلم على متين الف وعدد المستفيدين من المنظومة في التموين فقط حوالي سبعين مليون غير يعني لو ضمنا للعيش يبقى بنتكلم في حاجة وثمانين مليون يعني كل المصريين تقريبا يعني هي نسبة قليلة لكن هي نسبة لما نحولها الرقم مطلق متين الف مواطن في جمهورية مصر عندهم مشكلة ان معهمش بطاقة خلال الفترة اللي فاتت وانا بشكر وزارة تنمية الادارية في ده ان والشركات ايضا ان تم احتواء الاخطاء بنسبة كبيرة يعني كان بيبقى اعداد المواطنين اللي عندهم مشاكل واحنا كنا بنتباعهم بنفسنا كانت كبيرة بدأت تنخفض لكن عايزين يبقى الاجهزة وبرضو انا بخاطب وزارة تنمية الادارية بحيث تدي تعليماتها المشددة ان اماكن خدمة العملاء تشرف عليها الوزارة التنمية الادارية على التلات شركات ويكون عدد العاملين من الشركات كافي المهندسين والفنيين كافي لحل اي مشكلة قد تطرق لان احنا طول الوقت واحنا بنشتغل في سيستم بيخدم 70-80 مليون طبيعي ان طول الوقت حيبقى فيه نوع من العطب اللي ممكن يصيب بطاعة او اخرى ويبقى على طول احنا بنحل هذه المشكلات فانا بطلب من حضرتك تنمية ادارية اذا سمحت الشركات التلاتة يخصصوا فنيين اكتر وعدد اكبر من المراكز ان قتل اتصال مع المواطنين وخط ساخن يكون لوزارة التنمية الادارية عشان ترائب على هذا الخطأ فقط انه هو مواطن راح للمركز الخدمة وما يخدش الخدمة بتاعته بطريقة جيدة اشتركوا في القناة